السلام و اهلا وسهلا فيكم في حلقة رقم 2 عن الطريق الى كندا تابعونا عشان تعرفوا كيف تقدروا توصلوا باسهل طريقة الى كندا اهلا وسهلا فيكم في حلقة 2 هنحكي الان عن الاميغريشن 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 الان في الطريقة اللى عم بيسووا فيها اسمها هتشوفوها هون اسمها اكس بريس انتري اللى هي عادة هاي بتكون للناس اللى عندهم اعمال مطلوبة في كندا الآن عشان تدخل على هذا البرنامج اميغريت و تيجي اسميغرينت لازم يكون عندك تشتغل فيها انت عندك شهادات فيها ممكن و يجع هل يجبوا انه لدي تحكم او افخاص ايلى اللى هو امتحان الفرنسى بدون هذور التنين ما حتقدر اتقدم أصلا فلازم يعني في البداية يكون عندك إيلتس ويكون عندك نتيجة كويسة طبعا في عشان تدخل الإميغريشن لكندا في الإكسبرس إنتري اللي حكيناها للسكيلد ووركر في بروفينشن نومنيشن هنحكي عنها في حلقات ثانية في أطلانتك إميغريشن بايلوتس هذا برنامج الآن موجود على البرونسيز اللي على الأطلانتك أوشن اللي هي نيو برونزويك برينس إدوارد آيلند نوفا سكوشيا ونيوفونلاند في ستارت أب فيزا هذا نوع ثاني من الإميغريشن في رولر النورثين إميغريشن بايلوتس عملنا عليه فيديو في السابق لكن هنحكي عنه مرة ثانية على أماكن قروية طالبين فيها وهون إذا عندك إذا رفضوا الإميغريشن تبعك ممكن تعمل اعتراض على الإميغريشن هذا النوع الآخر اللي هو فاميلي سبونسورشيب اللي هو واحد موجود إليك في كندا وبدوا تجيبك يجيب مثلا زوجته أو أبنائه من خارج كندا يجيب الأباء التصويرات في كيبيك سكوشيب اميغريشن هو دول بتشابهه كتير بس هاي لازم تعيش في كيبيك لفترة معينة وبتواخد ايشي سيرتفكات دي سيلكسيون دي كيباك هذا باهلك انك تيجي على كيباك هلأ انت بتقدر تدخل بهذا برضو تعيش في كيباك انا هيك صار معي انا خدت النورمال الفيدرال اميقريش ما كان اسمه اكسبريس انتري وعشت في كيباك لفترة كيرجيبر هادول الناس اللي بيجو يساعدوا الاطفال او الكبار بالسن عشان تتاكير افهم سيلف امبلويد زي انت بدك تيجي هون هاي البزنس وما البزنس والريفريجيز عشان هاي بدك تجيب ناس هاي سبونسر علينا ندخل على الاول هو هذا اللي بيجي عليه اكبر عدد فالناس بتفكر انه عادة كندا بتاخد من 300 إلى 350 في السنوات هاي اميغرانتش بشكل عام لكندا مش كل هم ريفريجيه هذول كل العدد اكبر عدد بيجي من هذا اللي هو الاكسبريس انتري الاكسبريس انتري هو عادة بيجي للشغل اللي مطلوب في كندا للوظائف اللي مطلوبة في كندا اوكي لو دخلنا على how it works اول اشي بدك تشوف اذا انت الاجبال وهذا اهم اشي في هاي الحلقة اللي هو are you eligible or not اوكي ندخل طبعا رح يسألك اسئلة هون عن nationality العمر language family education work experience و اذا في عندك job offers طبعا هذا job offers اذا موجود عندك في كندا رح يعطيك علامات لانه هذه علامات رح تنتهي في النهاية ويحطوك في pool يعني عبارة عن زي قرعة وبتدخل عن طريق هاي القرعة على ال express entry هلا خلينا نشوف احنا اذا الاجبال حوار جيكو two scenarios اوكي الآن شوف اذا انا الاجبال اول اشي بالروح انا وين بدي اروح على اي مقاطعة في البداية يعني انا بدي اختار مثلا prince of edward island خلينا نقول هاي قرية صغيرة او ما اسمه جزيرة صغيرة موجودة في ال atlantic في شمال كندا ما بيحوها ناس كتير يمكن يكون الفرصة اعلى طيب هون بسألني على language شوفوا السيناريو الاول او هنعمل ثلاث سيناريو هات السيناريو الاول بتحكي انه ما معي language انا مش مقدم ولا امتحان لسه انا بس بدي اتشيء شوف رح يقول لي ما بتقدر تعمل الخيار هلا اوكي فاذا ما معك islets او واحد من هدول الاختبارات خلينا نرجع باك بدير رجعنا من البداية احنا عكينا برينس ادوال ايلاند اوكي اذا ما معك واحد من هدول الاختبارات اللي هو islets canadian english language peb tf tcf هدول الفرنسي اذا ما معك واحد منهم لن تستطيع انك تقدم على اميغريشن اذا معك توفل برضو ما بتقدر اوكي اوكي كندا ما بتعتمد التوفل في الهجرة بتعتمده في الجامعات بعض الجامعات تعتمده لكن في الهجرة لازم يكون معك islets general مش الاكاديمي نحكي انه معنى islets شوف السيناريو هذا عشان القصير والله اي سنة انا قدمته طبعا لازم يكون سنتين قبل سنتين ماكسموم فبدنا نحكي انه قدمناه 2018 شهر june whatever 13 اوكي هلا بيقولك بيسألك في ال spoken date تحكي انا جيبت 3 في listening 3 ونص في reading 4 ونص اللي بتيجى عليها في هذا 3 ونص في ناس ممكن يجيبوا هذا العدل اوكي خلينا نشوف اذا كانت هذه الاعداد اوكي خلينا احط اربعات يا عمي خلينا نشوف اربعات كيف الوضع اوكي بناش نحكي 3 لانه 3 كتير ضعيف اوكي ما بتقدر تيجي على هذا البرنامج فمعناها لازم تفهم انه الاول شغلي اهم شغلي في هذا البرنامج لازم يكون عندك لغة كويسة يعني اذا ما معك ilets صعب جدا انك تقدم على هذا البرنامج فاول شغل يا جماعة اللي بحابب يدخل على هذا البرنامج هو ارخص واسهل وابسط واسرع موضوع يروح يقدم ايليس يعرف قديش لغته اذا والله لغته خمسة خمس ونص ستة فممكن فعلا يكمل على هذا ويشد حيله ويدرس له شوية دورات ويجيب العلامة اما اذا لغته مثلا اربعة يعني شوية صعب اه هون نرجع نقدم اوكي نحكي هون جايبين احنا ستة ونص هو طالبين ستة ايثنك في اقل في كلهم ويكون سبع عندك شوف ستة ونص هل بنقدر ندخل ولا لا هل احنا اوكي اوكي اذا جبت ستة ونص فيهم كلهم انك تكمل وتقدم على هذا البرنامج طيب اه في عندك برنامج تاني ايه او امتحان تاني مثلا فرنسي ايش اذا عندك فرنسي بقوي اذا ما عندك اكتب نون اوكي اه 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 انت اشتغلت في اه اه في كندا ما عندي ولا واحدة مثلا اوكي 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 اه اكثر من ست سنين معظم الناس اللي بنحكي عندهم سنتين ثلاث نوك هذا شوه هذا بتيجي هون بتعرف شو نوك ادخل على الصفحة ايه ادخلنا على صفحة ثانية الـ Skilled Workers اللي هو هذا الـ Express Entry هو مخصص لـ Type 0 و Level A و Level B هؤلاء الثلاث شغلات اللي بس بقدروا يقدموا على Skilled Workers مين هم 0 اللي هو Managers Restore Manager, Mine Manager, Short Captain or Fishing Level A اللي هم Professionals اللي هم الدكتور, Dentist, Architects Level B اللي هو Technical Jobs مثلا Chief, Plumbers كهربائي هذول هذول اللي بقدروا يقدموا هلا C اللي هو Intermediate Job هذول ما بقدروا يقدموا على هذا البرنامج في برامج تانية و D اللي هم Job Usual to give on the Job Training بدهم شي يعني دراسة و هاي هذول D برضو يمكن لهم برامج تانية كهربائي هالينا نحكي انه نحنا ان't you are not sure with the now job you can find it on OK so in the often the last five years do you have at least two years of experience in one of the three اللهم هذا two years or more حسنا هنا سألتك هل لديك مقاطعة مقاطعة من المنزل من المنزل من المنزل إذا عندك مثلا معادلة شهادة من مقاطعة أنك ممكن تشتغل فيها بتحكي يس إذا ما عندك تحكي نو نحكي نو كيف تجيب معك مصاري المصاري هذه مهمة جدا لأنهم أول سنة عادة كإميغران يحاولون أنك تعيش على مصاري لأنه أول سنة بتكون أصعب سنة ما بتلاقي في شهر غير ذلك فهذا المبلغ عشان تكون انوف لازم يكون باعتمد على عدد أفراد العائلة نحكي أنه مثلا ثلاثة أعتقد 26.000 كنيديان دولار يعني مثلا تقريبا 14.000 دينار 15.000 دينار أردني بعرفش في العملاء الثانية خلينا نحكي هذا المبلغ سريع سألك إنه نحكي هنا ثلاث حسنا حسنا هل عندك مهم جدا إذا ما عندك وظيفة في كندا أو 400 نقطة مش عارف بالزبط بس ألك أسئلة تانية لازم يكون الشركة عملت أعنونسمنت لهذا الجوب واختروك أنت وعطوك هذا الأوفر نحكي إنه ما عندنا هذا الأوفر طيب هذا date of birth نحكي مواليد 80 نحكي أي واحد طبعا مش أنا نحكي بشهر August لأنه هذا العمر برضو إلو علامة إذا كنت لا تفاجد سيدة طبعا أو سرتيارة أو السرتيارة أو السرتيارة هون بيسألك اذا انت ايش الهيس اللي انت عندك ايش الدجري اللي معك ايش الشهادة هون بيقولك اذا انت مقام معك شهادة كندية او دبلوما او سرتيفكت لازم تعادلها في شغلة اسمها واس اعتقدة واس هم اللي بعادلوا هاي الشهادات خلينا نحكي انه معه ماستر ايش جيد ايش الهيه يمكن عدد في نقاط اذا استفادت ايش الموقف في درست في كندا تم عبار تليست عام لدي شهادة في منضح لي شهادة في منضح لي شهادة في منضح لي عمليات في منضح لي شهادة في منضح لي شهادة if you like لاعندي ايش اخوي او ام او اب في منضح لي اخرى اكبر من هذا مالذي ستيتفيش ما هي المرتبطي المرأة؟ إنه حسنًا إنا متزوج ما أردت سيصغل ملتكو في صفحةٍ ما أريد أن يأتي معك زوجتك أو يس نعم ما أردت فرصةًا إنكوانًا؟ مالذي ستيتفيش معه مالذي ستيتفيش ينطلق مده هل يحدثون عن زوجة او الزوجة؟ هل درس في كندا؟ لا اذا عمل في كندا فول تايم لمدة سنة او أكثر؟ لا لذلك الطلاب لديهم فرصة ان يدرسوا و ادرسوا لهم سنة يقدروا يقدموا على هذه البرامج هل يواجه في كندا تساعد الانجلسة؟ اذا اخذ بساعده، اذا لم تخلص الافضل انه كل الزوجين لانه اوكي باستخدامك لا يبدو أنك تظهر لك اعتقد انه المبلغ اللي حطنا ما بكفي معناها انا ما بقدر ادخل على الاميغريشن يا اما العمر يا اما فهذه الاسئلة اللي بدكم تجاوبوها كل واحد لازم يجاوبها زي واقعه الحقيقي وبعدين ممكن ينتقلنا النقطة الثانية او الخطوة الثانية اللي هي تقديم الطلب ونحكي عنها في حلقات قادمة